تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 94 قضية تموينية بمضبطات قرابة 230 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط 3.5 طن سلع مدعومة و22 ألف لتر مواد بيترولية وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط ما يزيد عن 144 طن كما تمضبط 5 أطنان أسمنت في مجال حجب مواد البناء وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تمضبط ما يقرب من 22 طن حديد تسليح وأسمنت